تقييم الذات هذه العادة اللي احنا كلنا محتاجينها تقييم الذات تعطينا فرصة اكثر انه احنا نشوف ايش الاشياء النقاط القوة والضعف اللي فينا وكيف ممكن نحسنها ونعدلها ونغير منها في نقض الذات احنا بس منشوف الاشياء السلبية وبنأزي نفسنا بالاشياء السلبية وبس وما بنسعى الى تغيرها ولكن في تقييم الذات بنعطي نفسنا فرصة اكبر انه احنا نشوف حلول او نسعى الى حلول لتغيير الاشياء اللي احنا ما احنا قادرين نتقبلها في ذاتنا عشان يعني نخفف من حدة نقض الذات مهم جدا انه احنا نعرف انه افكارنا ما هي حقائق مسلمة افكارنا ما بتعطينا حقائق مسلمة مو كل شيء احنا بنعتقده انه هو عن نفسنا بيكون صحيح مية في المية ممكن نشوف نفسنا بصورة سلبية اكثر من الناس اللي بتشوفنا فيها مهم جدا كمان نعرف انه الافكار بتأثر انفعالية من الناحية السلوكية فانا كل ما انا اقنعت نفسي بكلمات غير مفيدة او بصفات غير حقيقية او غير واقعية عن نفسي كلما انا اديت مشاعري اكثر وخلتني اكثر عرضة للاكتئاب وللعزلة الاجتماعية مهم جدا كمان انه احنا نستبدل هذه الكلمات بكلمات ايجابية اكثر انه انا مثلا كلما انا اديت مشاعري اكثر وخلتني اكثر عرضة للاكتئاب وللعزلة الاجتماعية مهم جدا كمان انه احنا نستبدل هذه الكلمات بكلمات ايجابية اكثر انه انا مثلا نعم لا اجيد الحديث امام الناس ولكن علاقات الاجتماعية مرة كثير فنحاول دائما أنه نبحث عن الفكرة البديلة أو الكلمة البديلة اللي تساعدني أني أنا أشوف نفسي بطريقة إيجابية أكثر أو بطريقة أني أتقبل فيها ذاتي أكثر